وعلى هامش فعليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولية للبترول أدبك عقد وزير البترول طريق الملة جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخة كوف 28 والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لأمارات الإماراتية السيد سلطان الجابر وخلال اللقاء طلع الوزيران على نتائج التنصيق بين فرق العمل من الوزارتين بشأن التحضير لفعاليات قمة المناخ نهاية الشهر المقبل بالإمارات في ضوء استضافة مصر للنسخة الأخيرة من القمة بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 ولسيما المبادرات المقترح الإعلان عنها خلال القمة فيما يتعلق بجهود وتأكيد التزام شركات البترول الوطنية والعالمية بخفض الكربون من أنشطة إنتاج البترول شكرا